نروح لإنجاز تاريخي حصل في الرماية طبعا يعني انتو عارفين قلنا الحلقة اللي فاتت انه اللي هيفوز من بطولة العالم او ياخد ذهبية في طولة العالم في الرماية في اي بطولة العالم بيتأهل مباشرة الى باريس عشرين اربعة عشرين اولمبيات باريس عشرين اربعة عشرين والحمد لله يبدو ان يعني كان فالحسن في هذا الاعلان الحلقة اللي فاتت عزمي بحلبة طبعا المصري يتوج بزهبية بطولة العالم للرماية ويتأهل ويكون اول مصري يتأهل لأولمبيات باريس عشرين اربعة عشرين عزمي بحلبة لاعب منتخب المطني للاول للرماية حق المديلة الزهبية في بطولة العالم اللي بتتلاقي فيه كرواتيا في المنافسات الاسكت البطل المصري تفوق على الاملاق الامريكي وصاحب المركز الثاني والقطري راشد صالح صاحب المركز الثالث في النهائي علشان يحقق انجاز كبير وتاريخي للرماية المصرية لان دي الزهبية الاولى في تاريخ مصر لرمية الاسكيت طبعا دي صورة عزمي محلبة وقدر محلبة انه يحقق انجاز كمان هو انه يكون اول مصر زي ما قلت لحضراتكم يتأهل لباريس عشرين اربعة عشرين بعد فوزه طبعا بالذهب وطبعا لازم نفكر حضراتكم مصر هتستطيع بطولة العالم من رماية المسدس والبندقية وهتكون هنا في مصر طبعا فترة من 12 الى 28 اكتوبر اللي احنا فيه في ميادين مصر اللونبية في العاصمة الادرية الجديدة ده تمنى ان شاء الله انه يكون يعني في البطولة القادمة بتويت العالم هتلاقف في مصر للمسدس والبندقية يكون في احد المصرين ايضا يتأهل لباريس عشرين اربعة عشرين خلين اقول لكم انه يعني كل اللي كانوا متابعين للسلاح المصري ما كانش متوقع ابدا ان محلبة يقدر يحقق الدهب وده نتيجة شغل اكيد هو ما جاتش صدفة اكيد جاهدنا تعب وعرق لان هي منافسة فيها شارسة جدا اكيد كل الفرق الكبيرة وكل اللعيبة الكبار رايحين عارفين نفس اللي احنا عارفينه اللي هياخد دهب يطلع لأولمبياد باريس عشرين اربعة عشرين دايركت على طول ما فيش اي حاجة حتى لو نقطوا بعد كده ما جابتوش تروح فالنهار ده لما تلاقي كل الكم دول من اللاعبين رايحين عشان يحققوا التارجد ده ويفوز بالتارجد ده مصري اكيد ده ما جاش من الفراغ والرماية من الاتحادات اللي شغلها كويس جدا ومشي بشكل جيد حتى كان اداءهم في الولمبياد اللي فاتت جيد فاذا ننتظر طرام انت خدت دهب تقدر في الولمبياد تجميلنا مدالية عزمية ان شاء الله كل التوفيق ليك والف مليون مبروك باذن الله ننتظر منك المزيد مصري يعني يعني يحقق انجازها كده اكيد ده حاجة تسعدنا